الشركات الإماراتية الخاصة ولسيما العاملة في مجال الصناعات الفضائية لها إسهامات وإنجازات نوعية في تعزيز مكانة الدولة بوصفها المركز الرائد والأكثر تطورا في القطاع الفضائي في المنطقة ذلك ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله خلال استقبال سموه فريق عمل شركة مارشل انتك الإماراتية المتخصصة في بناء الأقمار الاصطناعية والذي يعمل على تطوير عدد من الأقمار الاصطناعية التي ستبدأ الشركة التابعة لمجموعة شركات بن غالب بإطلاقها في ديسمبر المقبل مستهلة بقمر اصطناعي يحمل اسم غالب وقال سموه إن توفير الدعم لرواد الأعمال الإماراتيين وتشجيع الشباب على دخول مجالات اقتصادية جديدة يمثل توجها أساسيا في إطار ترسخ موقع الإمارات في قطاع الصناعات المستقبلية وأضاف سموه أن الإنجازات التي حققتها الدولة في السنوات الأخيرة في المجال الفضائي ساهمت في توجيه العقلية الإماراتية الشابة نحو الإقبال على علوم المستقبل للمساهمة الفاعلة في بناء اقتصاد إمارات الغد مشيرا سموه إلى أن قطاع الصناعات الفضائية تحول إلى عصب رئيسي في المنظومة الاقتصادية الإماراتية وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للفضاء التي أطلقتها الحكومة عام 19 و2000 واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم على استعدادات فريق عمل شركة مارشل انتك لإطلاق القمر الاصطناعي الأول غالب الذي بدأت عمليات تطويره قبل ثلاث سنوات على أن يطلق في ديسمبر المقبل واستمع سموه من أعضاء الفريق لشرح مفصل حول مراحل تطوير الأقمار الاصطناعية وآليتها وأجهزة التتبع وعمليات تجهيز المحطة الأرضية ونماذج اللوائح الإلكترونية وأجهزة الإرسال والبث المستخدمة ومعدات الأقمار الاصطناعية التي يعكف الفريق على تطويرها بهدف توظيفها في تعزيز إمكانية تتبع الحياة الفطرية في الدولة بما يضمن متابعتها بشكل دائم للحفاظ عليها كما اطلع سموه على مراحل عملية تصميم اللوائح الإلكترونية والبرمجيات وأنظمة الاتصال اللاسلكي لتتبع الحياة البرية وأنظمة إنترنت الأشياء التي يجري تجهيزها والخطط المستقبلية للشركة لتجهيز وتطوير مجموعة من الأقمار الاصطناعية بأسماء غالب وسلامة وثاقب ومرزم وظافر وسلبار وسابق على التوالي نحو تعزيز عمليات جمع البيانات والمعلومات وتحليلها بسواعد وخبرات إماراتية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة